بعد ثلاث سنوات من العمل أسدل السيطار على مشروع ريم أنج الذي تنفذه منظمة غريتغر الحكومية في إطار دعم جهود موريتانيا في مجال الحد من سوء التقذية وتعزيز قدرات الطواقم الطبية في مجال التكفل بالأطفال المصابين ونساء الحوامل على مستوى ولايتي غورغول والبراكنا ويتدخل هذا المشروع في ثلاث مقاطعات هي كيهيدي ومونغل في غورغول ومبان في البراكنا وذلك من خلال أحد عشر بلدية تم اختيارها في إطار التنسيق وشراكة مع المصالح الصحية الجهوية وليغورغول سيد أحمد نول سيدب ولدى إشرافه على اختتام أعمال هذا المشروع أكد على التحديات التي ما زالت مطروحة على مستوى سوء التقذية واهتمام الدولة بتحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا خاصة ما يتعلق بالأطفال المصابين بسوء التقذية ولساء الحوامل كما تعلمون فإن حالة التقذية تحتل اليوم مكانة مرموقة في اهتمامات الدولة وذلك بفعل أهميتها ولكون نسبة من الأطفال تحت الخمس سنوات يعانون من سوء التقذية الحاد حسب معطيات مزح 2021 سمارت كما أن عتبة الطوارئ لسوء التقذية تزداد حدة خلال الفترة الجافة من السنة وتبقى الوضعية الأكثر سوءا في الداخل وبخاصة في ولايتي قرقل والبراكنا التي يتجاوز فيها معدل سوء التقذية حوالي أكثر من 20% إن موضوع التقذية وحماية النساء الحوامل والرضع الذي هو فحوى تدخلكم اليوم يحتل أهمية قصوى لدى سلطات العلياء واهتمامات الحكومة ويظهر ذلك جليا في برنامج تعاهداتي لفقامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني العروض الفنية المقدمة خلال الورشة تناولت حصيلة عمل المشروع والتي أظهرت العديد من التدخلات التي تركزت على تعزيز قدرات الطواقم الطبية في المراكز والنقاط الصحية والعمل على مواكبة السياسات الدولة في بشار الأمن القذائي والحد من حالات سوء التقنية لدى الأطفال محمد عني سالك لقناة المريتانية مدينة كيسر